أمامنا الآن الحقيقة مفصل تاريخ هام أو حادث تاريخي كبير في تاريخ المملكة وهو مقتل الملك فيصل رحمه الله في عام 75 وما يكتنف من غموض لدى الكثيرين حتى الآن كيف وقع هذا الحادث وكيف كانت ملابساته؟ أولا ما سمعني هذا الكلام أن الأمريكا لا يد وأمريكا تنتقم من الملك فيصل عشان قتل البترو هو كلام من هذا القبيل ما قالوا عن الملك سعود لما نحي عن العرش قالوا هذا أمريكا تدخلوا فيها وشالوا في سعود جابوا فيصل وهذا غير صحيح اللي شال سعود جاب فيصل هو أخوانه أخوانه وهذا من حقهم يعني إذا وجدوا أنه هذا بديل الآخر وأفضل يصرفوا كيف يشاءون وقالوا أنه انتقاما من قطع سعود المتوصلة ستة وخمسين لجيزها وشعبين غالق قتلوا الملك فيها تانيها أبدا شكلت اللجان وباحثت الأمر بأمر الملك خالد وتأييد من الأمير فهد أخوانه وأثبتت أنه عملية قتل شخصية كيف ويعني ما ذكر وقتها عن علاقة القاتل دراسته في الولايات المتحدة؟ صحيح إطلاق أولادنا كلهم كانوا هناك في أمريكا وبريطانيا وفرانسيا يتعلمون هذا بصدفة كان هناك إطلاق هذا غير صحيح وهذا كل نعم ملابسات ودوافع القاتل شخصية شخصية يعني يعني من كذا تفاهتها لا تروى أنا أتعجب كيف أقدم هذا الصبي المجنون على هذه الجريمة شنعاء وأنا كنت في الصحراء في البر أنا كنت في الصحراء يومها فكلموني من المنجي من البيت تليفون لا شركي قالوا ارجع بترعا ليه؟ قالوا ما قد تتكلم بتليفون لا شركي يسمع نعم فأعرفت أنه هناك حدث وقائد لكن ما صورت إطلاقا أنه الملك في يسر سوف يقتال فرجعت فورا وعرفت كذا إنما ميلت سيارتي إلى بيت الملك خالد وجدت طارع من الحمام يقتسل للفريط الصلاة لأنه كان متدين ملك خالد رحمه ملك خالد فباعته فسألته إيش اللي حدث فقعدت له إياه في الزاوية وشرح لي كذا حدث وكذا حدث شرح لنا اسمه الأمير يقول أبدا قال لي هذا إنسان مجنون معته فدخل يعني كان واحد من أولادنا ما يمكن يمنعه لي فتش مطمئني ليه؟ أثري كان يحمل متدس داخل بكتو وكان عمه اللي هو الملك فيه سلبي يتلقى كما يتلقى أحد أبناؤه فشال المتدس فجأة وضربوا شالوا الملك فيصل فورا للمتشفى ولكنه كان ميتا يعني طبعا أخوانه جماعته كانوا يتمنون له الشفاء وأسرعوا بنقل المتشفى لكن كانوا قد فارق الحياة طبيعة علاقة القاتل لا القاتل اسمه فيصل فيصل بن مساعد فيصل بن مساعد عفوا هل كان له علاقة بالملك فيصل تخول الدخول عليه؟ لا كان أولادنا كلهم يدخلوا كلهم يدخلوا بسهولة هذا تقليل عندنا في العائلة ولم يكن يتوقع أن يقدم على هذا؟ إطلاقا لكن بعض المصادر ذكرت أنه كانت له مشكلة تتعلق بمقتل أخي لي هو حصل من هذه وقال أنه نوع من الثأر لأخوه نعم هكذا يقولوا لك أنا أشتبعد هذا لأن شو من أخوانه وبعدين؟ اللي هو أنا عمهم يعني أولادي يعني نعم لأن خالتهم خالت الأولاد ذول زوجة أخوي مساعد وهذا ابنه خالتهم زوجة عبد العزيز أنا كنت وكيلها لكنها كانت عقيم فعبد العزيز سمها أم فيصل نعم وقال أنت وكيلها يا طرال أنا كنت وكيل خالتي ما توفت أنا سميه خالتي نعم توفت قريبا من حوالي عشر سنوات فنعرفهم يعني فقالوا من هذا نعم سمعنا سمعنا كيف كان وقع مقتل الملك فيصل رحمه الله عليكم وهذا كان يعني حادث حادث أيضا لم يكن يتوقع أن يحدث صحيح شديد نعم جدا والناس غضبت وكان الجنازة مهيبة وأتت الرؤساء من كل مكان تعزي أخوه أو خليفته الملك خالد وأخوانه وأنا كنت واحد منهم يعني شفن الأسى والحزن على وجه الجميع لأنه حادث أولا مفاجئ وشخصية مثل الملك فيصل برضو لها تاريخ أو لها مسارها بالتاريخ وكان وزير خارجية مثل 26 نائب الملك في الحجاز وله كثير من الأدوار العربية فكان الحزن يبين على الناس وعلى الرؤس المعزين وعلى أخوانه وعلى عائلته لو ذكرت لنا عفوا على المقاطعة يعني نود أن تعرفنا بشخصية الملك فيصل رجل صبور صبور كتوم له نظرة فاحصة سياسيا ولا ننسى أنه فيصل لغفله إسترائي وزير خارجية وهو ملك ظل وزير خارجية نعم نعم لم يترك هذا المنصب من سنة 29 إلى سنة 75 يعين وزير دولة لكن هو الوزير لم يتخلى عن هذا المنصب فمن سفراته ولقاءاته مع الزعامات العالمية ومنظمة الأمم المتحدة والآخرين حقيقة نصر النوع من زيادة الوعي لديه بالسؤول الخارجية لأنه وزير خارجي كم سنة من 26 إلى 75 يعني 50 عمل أو يعني في هذا 49 سنة سنوات طويلة فأكسب خبرة منها في هذا المجال كيف كان تعاملوا مع الناس؟ معاملة جيدة طبيعية حقيقة أنا لما ألاحظ الإخوان اللي تتالوا بعد عبد العزيز كلهم يتساون في معاملتهم مع الناس حقيقة الأمر ببع الشاشة باحترام يتقبلون الحوار يتقبلون النقاش عندهم مجالس عامة وهذه سماها عبد الله فيلبي في أحد كتب وقال مجالس العامة السعودية ليام عبد العزيز كانت تشبه في كثير من أوجهها البرامان الإنجليجي إنما بدون انتخابات كان كل إنشان يدلي بدلوه وهكذا اجتمرت سمو الأمير قلت لي في الأربع سنوات الأخيرة من حياته رحمه الله كان لك العلاقة توتضت وكانت سمن على عسل ولك في الأربع سنوات الأخيرة عندما أذهب إليه وأن أذهب إليه في الليل يعني حقيقة كان كنا على وفاق كان يفضي لك في شيء كان يشركك في الرأي من طبيعة فيصل لا طبيعته كذا طبيعته من جمال يعني ما كان يستشيرك في أمور الدولة لا أنا ولا غيري إلا من هو موظف عنده اشتركوا في القناة